موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأكارم سد النهضة أو سد الألفية كما تحب أديس أبابا أن تسميه هذا سد المثير للجدل ولد على ما يبدو أزمة حقيقية بين دول حوض النيل مصر القليلة المطر يعد النيل مصدرها الرئيس للمياه تقول أن بناء السد بالنسخة الأخيرة المعدلة والتي تضاعفت سعته خمس مرات عن تصميمه الأول سيؤثر في حصتها المائية من النهر ما يهدد أمنها ومستقبلها المائيين ليست مصر فقط هناك السودان أيضا التي تشترك مع أرض الكنانة بصفة دولة مصب أثيوبيا تؤكد أن السد لا يؤثر في حصت الدولتين تقول أن الهدف من وراء هذا المشروع هو توليد الكهرباء وتدعو الخرطومة والقاهرة إلى رؤية الفائدة الكبيرة من ذلك والاستفادة منها جدل فتح منذ سنوات أخذ في بعض الأحيان شكل توتر سياسي دفع بالخارجية المصرية يوما إلى القول إنها مسألة حياة أو موت الأمر يتعلق بالأمن القومي ولا يمكن المساومة عليه نسأل في ندوة الليلة حوض النيل تعاون أم تصادم عن جدية المخاوف المصرية ما مد عمق التهديد الاستراتيجي على أمنها المائي للأزمة الحالي مع حقيقة دور إسرائيل التي تتصدر والولايات المتحدة الدولة الداعمة لهذا المشروع تعاون أم تصادم معنا في هذه الندوة وزير الموارد المائية والريء المصري السابق محمد نصر الدين علام كذلك معنا الدكتور فلاديمير بلياكوف الباحث في معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم إضافة للسيد هاني رسلان الخبير في شؤون السودان وحوض النيل في الأهرام ومن الخرطوم ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية السيد مكي المغربي الكاتب والصحفي والخبير في شؤون شرق أفريقيا أهلا بكم جميعا ما يتواجد معنا ومن معنا عبر الأقمار الاصطناعية قبل الخوض والدخول في تفاصيل ربما قد لا يتسع لها هذا الوقت للندوة نذهب بتقرير من إعداد الزميل عبد الله ظاهر يعطي لمحة سريعة عن حقيقة هذه الأزمة نتابع إذن أهلا بكم يعد نهر النيل أطول أنهار العالم يبلغ طوله 6650 كم يغطي 3.400.000 كم مربع ويجري في عشر دول أفريقية يطلق عليها دول حوض النيل في عصر ندرة المياه والجفاف وقلة المتساقطات تقضي المحصصة في حوض النيل بين مصر والسودان على 84 مليار متر مكعب سنويا وهي كمية لا تعادل سوى 5% من المتساقطات على دول المنبع في محاولة منها للاستفادة القصوى من مياه النهر بنت مصر السد العالي لحصر وتخزين 22 مليار متر مكعب كانت تذهب هدرا إلى البحر المتوسط سد بنية داخل الأراضي المصرية وهو لا يؤثر على الدول التي تسبق مصر على مجرى النيل عام 2005 وضعت ديسابابا خطط لبناء أربعة سدود تحصر نحو 200 مليار متر مكعب وسد النهضة كان واحدا منها بطاقة حددت حينها بـ 11 مليار متر مكعب فقط قبل الزيادة القياسية سد كان الأكثر تداولا في الأوساط الإعلامية والسياسية رمت من ورائه أثيوبيا إلى حصر 74 مليار متر مكعب يستفاد منها لأغراض الري وتوليد ما بين 6 ألاف ميجاوات و7 ألاف في الساعة ولسيما أن المتساقطات تبلغ 130 مليار متر مكعب من الأمطار يضاف إليها نحو 12 حوضا مائيا دور إسرائيل في حصر المياه داخل سدود أثيوبيا وفي منعها من الوصول إلى مصر قديم العهد خبراء يؤكدون أن مهندسين إسرائيليين توافدوا إلى أديسة بابا لدراسة تنفيذ السدود منذ 30 عاما وبالفعل يخف دور الشركات الإسرائيلية في إدارة بناء صد النهضة وللمفارقة فإن إحداها أصدرت أسهما في بورصة تل أبيب مطلعون على الملف المائي لأفريقيا يؤكدون أن خطط التضييق المائي على مصر والسودان تعود إلى نهايات القرن التاسع عشر ففيما أعطى المستعمر البريطاني الحصة الأكبر من مياه النيل لمصر والسودان خطط لبناء عدد من السدود في جنوب السودان وأثيوبيا ما يهدد دولتي المصب السودان ومصر بالعطش ويهدد الأمن الغذائي لأكبر كتلة سكانية عربية نجد ترحب ضيوفنا في هذه الندوة وأنتم أيضا تتواجدون في بيروت لأن هناك مؤتمر بذات عنوان هذه الندوة نهر النيل تعاون أم تصادم ويفترض أن ينطلق هذا المؤتمر في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا الشهر أبدأ معك معالي الوزير قبل أن نسأل عن تقييم لأداء الحكومات المتوالية في أكثر من عهد لأكثر من رئيس لأن الأزمة ممتدة لسنوات من المهم أن نفهم الآن أين وصلت المفاوضات مع أثيوبيا خصوصا أن هذا السد المثير للجدل كما قلنا قد بدأ بإنشائه وبالتالي يفترض أن الهواجس المصرية العالية والمخاوف العالية يجب أن يكون هناك تعامل معها حوالي 30% من هذا السد تم إنجازه صحيح معالي الوزير؟ الحقيقة كان هي أثيوبيا فرضت الأجندة بتاعتها منذ وضع هاجر الأساس في 2004-2011 حتى تاريخه اللي هي اجتماع اللي كان لتقييم الدراسات الأثيوبية واستمر هذا الأمر غاية 31 مايو 2013 اللجنة الدولية التي انتهت بأن معظم الدراسات لا ترقى إلى مستوى السد ويجب إعادتها سواء من ناحية الإنشائية أو من ناحية الهيدرولوجية أو من ناحية الإقصادية واجتماعية والبيئية وبعد كده تغير نظام الحكم لثالث مرة في مصر وجيه قابل صورة يونيو وابتدأ الدولة تاخد نهج خاص بالتنصيق مع السودان كيف البناء على نتائج اجتماع اللجنة السلسية الدولية كان هذا التقرير في رأي الشخص يكفي لمصر والسودان بالذهاب إلى مجلس الأمن والاستشهاد بنتائجه أن هذا التقرير يثبت أن أثيوبيا ليست جدة في دراستها وبالتالي هناك مخاطر إنشائية ومائية وإقتصادية واجتماعية على مصر ومطالبة أثيوبيا بالتوقف على البناء ولكن الدولتان اختاروا استمرار الدراسات فاجتمعت اللجان وفشلت المباحثات في يناير في الخرطوم يناير 2014 ثم تم انتخاب رئيس جديد لمصر تريبا بالإجماع اللي هو الرئيس السيسي وتم تعيين حكومة جديدة وبدأت مصار المباحثات إيه هي بقى المصار عبارة عن التوافق حولها كويفية استكمال دراسات السد الذي تم الانتهاء من 30% من بناءه وهنا السؤال أنه نفس التفاوض اليوم المصري يقوم على ماذا؟ خصوصا بعد الزيارة أيضا بالنسبة للرئيس عمر حسن البشير لمصر وحتى رفع مستوى اللجنة المطلع بهذا الأمر إلى المستوى الرئاسي لكن السد بدأ بإنجازه بأي نفس إذن تفاوض القاهرة؟ هي مش تفاوض لغاية دلوقتي عبارة عن استكمال دراسات وقالت دراسة الإنشائية أثيوبيا التي نحن خلصناها وإن سدان اطلاع عليها ويدو نسخة مصرية لإطلاع عليها لدراسة مدى أمان السد وأما الدراسات التي هي الأثر البيئية والهيدولوجية والاقتصادية والاجتماعية على السد كانت اتفاق على ست شهور لاستكمال هذه الدراسات وبعد كده يبدأ التفاوض حول هذه الأضرار كافية تقليلها طبعا أثيوبيا أهضروا عدة شهور حتى الآن ولم يتم اختيار مكتب الشاري ومن المتوقع أن يتم اختيار مكتب الشاري في ديسمبر يعني بعد تقريبا أربع شهور من الستة المحددة للدراسات والدراسات قد تأخذ سنة قادمة بالكامل وربما يعني السد يكون في مرحلة وكل مادة السد يتخدم هذه المفاوضات قد تكون متوازية مع إنجاز هذا السد لكن كأني فهمت أنه في هناك ربما لجنة يفترض أن تحسب من الخلاف في مارس آذار المقبل سنتحدث عن ذلك مع علي الوزير لكن تحدث بعض الكلمات المفتاحية التي يجب أن نقف عندها بالانتقال إليك دكتور بلاديمير فرضت الأجندة يقول مع علي الوزير أثيوبيا وكان يفترض أن يكون معنا من يوضح لنا يعني المنطق الأثيوبي في التعامل مع هذه الأزمة المثيرة للجدل والتي تحتاج وجود كل مكونات وأطراف هذه الأزمة لكن حتى الآن لم يصلوا بيروت وسيشاركون بهذا المؤتمر بكل أحوال سنضوي عليه ونسمع بشكل مباشر لوجهة النظر الأثيوبيا لكن إذا استفدنا من تواجدك ومن خبرتك دكتور بلاديمير وأنت مطلع على هذا الملف بل وحضرت العديد من الانتفاقيات والمؤتمرات الخاصة بهذه الأزمة إذا أردنا أن نفهم كيف تحولت أثيوبيا من مشروع إلى تنفيذ بقرار اعتبر بأنه مفاجئ هل فعلا فرضت أجندتها أثيوبيا وتحدث عن مراحل نظام الحكم في مصر هل لماذا كان تعاني منه مصر أو دخلته مصر من إنشغال داخلي ساهم في الخطوة الأكثر سرعة بالنسبة لأثيوبيا هل تحتاج أثيوبيا هذا السطح حقا؟ أولا نحن نيل تخفى لكل الدول والبولدان موجودة في دفاف الدل وعشان كده يعني كل المشاكل بالدروري خل بتفاوت مشترك بتفاوت مشترك كمثال ممكن يعني زي أمم المتاخدة كل الدول أمم المتاخدة ولكن مصر والسودان مجلسة الأمن لأن لكل دولة متطلبات في الماء تختلف في سودان ومصر تقريبا ما فيش ماء أخرى إلا من النيل هذه نقطة مهمة جدا دخل ربما بنيل في مصر خمسة وتسين بالمئة صح كده سيطرة خمسة وتسين بالمئة من النيل طيب وآدت سكان في مصر يزداد كل سنة باثنين بالمئة رازي يعني خوالي دلوتي خمسة وتمانين مليون نسمة مش كده؟ تسعين طيب يعني كل سنة خوالي اثنين مليون نسمة يزداد يزداد كل سنة يزداد كل سنة يزداد كل سنة أشان كده فرائي خال فيل مخوالدات موش تاركا طيب بي اينا لإعتيبار متطلبات حقيقية حقيقية للكولة دولة وإذا نشوف إلى تاريخ المشكلة فرائي اتفاقية صنائية بين مصر والسودان في تسع وخمسين بالدروري بيكون موجودة طيب لأن هذه إمكانية وحيدة للخفاظ للمتطلبات حقيقية للسودانيين والمصرين طيب تتحدث عن الاتفاقيات يبدو أن هناك الكثير من الاتفاقيات تعتمد عليها القاهرة والسودان إن كانت اتفاقية 29 واتفاقية أواخر العام 49 من القرن الماضي بأنه لا يحق إنشاء أي مشاريع مائية على هذا النهر دون موافقة كل الأطراف وبالتالي أيضا أثيوبيا تقول هذه بالحقبة الاستعمارية ويفترض أنه نحن تحررنا منها واتفاقية 2010 هي التي تحكم وتحلنا من هذه الالتزامات من يضبط إقاع هذه الاتفاقيات ما هي المرجعية التي تقوم عليها؟ وبالتالي أسألك بشكل مباشر دكتور فلاديمير هل تحتاج أثيوبيا فعلا هذا السد؟ أنا ما رفت بصراحة أنا رفت مرة وحيدة إلى دي سبابة وبالنسبة لي أثيوبيا دولة غريبة شوية أكيد كل الدولة الاقتصاد لكل الدولة يتطور وفيه متطلبات جديدة وفيه متطلبات جديدة يتطورات جديدة وفيه متطلبات جديدة وفيه متطلبات جديدة في مرة أخرى يومكين يومكين هنا أثيوبيا مرة أخرى بيزنس بروجيكت يعني بيزنس بروجيكت بس يعني وما خاص في الاعتبار أي مصالح لدول أخرى يعني ده بيزنس بروجيكت فيه واحد اثنين ثلاثة عندهم فوليوس فيه كرار حكومة في يوبيا على الطول ماشي ماشي قاعدة المصلحة في الناس بالمصالح مصلحة للمستثمرين مستثمرين في مصلحة أكيد من مستثمرين على فكرة تبدي نقطة أيضا مهمة العلاقات بين القاهرة وأيضا أديسة بابا من النقاط المهمة كيف ابتعدت لربما القاهرة عن عمقها الاستراتيجي الأفريقي إلى أي حد هذا ساهم بما نشاهد الآن لكن بالانتقال إليك سيد هاني وأعرف أن لديك الكثير من المعلومات والمعطيات خصوصا عندما تحدث أنه هل تحتاج أثيوبيا لهذا السد هل تحتاج فعلا إلى هذا الكم من الطاقة الذي يمكن أن تتولد من هذا السد والسدود مجموعة السدود الأخرى لكن من المهم أن نفهم أن هذا السد لم يكن بهذه الصورة البداية التي طرح فيها السد على ما أعتقد اسمه كان سد بوردر ومن ثم تغيرت الطاقة الاستيعابية لهذا السد وصولا لما نشاهد الآن نتحدث عن 74 مليار متر مكعب من المياه وهو ما تعتبره مصر الخطر الأعظم لأنه ستتأثر الحصة الخاصة بها وربما أيضا تتهدد إذا ما هذا السد تعرض لأي شيء ستتهدد مصر في الجغرافيا أيضا لكن من المهم أن نفهم كيف حدث هذا التحول من سد بوردر بـ 11 مليار متر مكعب إلى هذه النسخة الآن التي تسعى أثيوبيا إلى إنجازها نعم هذه هي القضية في الحقيقة الأكثر أهمية أن نفهم الإطار العام والإطار السياسي للأزمة الحالية تتبع مصار هذه الأزمة يسير مجموعة كبيرة من التساؤلات التي لا توجد لها إجابة واضحة أو محددة حتى الآن أولا هذا السد في آخر نسخة له قبل الأزمة الأخيرة كان سد الحدود 14.5 مليار لكن فجأة بعد ثورة يناير في مصر في إبريل يعني بعد شهرين من سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك فقونا أن السيوبيا تضع حجر أساس لسد بسعة 74 مليار متر مكعب يعني خمس أضعاف السعة المقررة أصلا ليس هناك حتى الآن سبب موضوعي أو سبب فني أو سبب اقتصادي يدفع إلى مثل هذه المضاعفات السريعة النقطة الثانية أن السيوبيين أو السيوبيا بدأت هذه المسألة بعكس المسار بمعنى أن أي منشأة مائية ضخمة بهذا الحجم تحتاج إلى دراسات تحتاج إلى تواصل مع دولتين الأسفل النهر وهم السودان ومصر لكن السيوبيا قامت بوضع حجر الأساس دون أن يكون هناك دراسات كافية وهذا ما أثبته تقرير اللجنة السلسية الدولية بعد سنة ونص من البدء في الإنشاءات الدراسات التصميمية المعمارية ليست سليمة البيئية غير موجودة التأثير على دولتين أسفل المقرى غير موجودة أو أولية ولا تصلح على الإطلاق فهنا السؤال أنه هل الرئيسي هل هذه المنشأة هذا السد هو منشأة تنموية لأغراض تنموية واقتصادية في أسيوبيا أم أنها منشأة ذات أبعاد سياسية واستراتيجية الأبعاد السياسية والاستراتيجية تظهر متى؟ تظهر أن أسيوبيا حتى الآن لا تعترف بقواعد الحاكمة في القانون الدولي لا تعترف بالاتفاقيات السابقة لا تعترف بالحق التاريخي لا تعترف حتى باتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في 1997 وتقول بمبدأ قد اندسر في القانون الدولي وهو السيادة المطلقة على الموارد خاصة في المياه هذا المبدأ لا يصلح الآن ولا أحد ينظر إليه وفي تتاليات كثيرة حصلت في الموضوع إذن هي تريد أن تضح هواجز على مقرن نيل الأزرق الذي هو الشريان الرئيسي الذي يمد مصر والسودان بالمياه وهذا السد بالضرورة سوف تتبعه سدود أخرى لتقليل الإطماء وزيادة عمر السد سيد هاني ولو قاطعتك تقنيا بشكل بسيط فلو تعطينا طريقة نفهم فيها هذا النهر يسير له مجرى ربما له كمية معينة من المياه تكون في مجرى وكيف يتم التأثير على الحصة الذاهبة إلى مصر والسودان في حال إقامة هذا السد الآلية التي سيتم فيها تخزين المياه ستمتد لسنوات قد يقول بعض أنه في سنوات لن يكون هناك تأثير حقيقي على مجرى المياه لأنه فيه نوعين من التأثير تأثير قصير المدى اللي هو في فترة التخزين سنوات ملء الخزان وفيه تأثير طويل المدى لأنه نهر النيل عنده فترات توالي فيها شح مائي وفيها هطول مطري غزير فالقضية هنا فيه أنه السيوبية ستحتاج هذه الكمية 74 مليار متر مكعب بافتراض سلفا أو يعني نظريا أنه هذه الأزمة مرت ومصر والسودان أو نتحدث عن مصر بشكل أساسي تحملت هذه الفترة في الفترات التالية السيوبية حتى تقيم سدود أخرى نمرأت نين المياه المختزنة والسياسة التشغيلية والقواعد القانونية كل ذلك لا تعترب بها السيوبية بمعنى أنه حتخزن هذه الكميات ثم تتصرف فيها في توقيت إطلاق المياه وكميات المياه سمار ربما استخدام أجزاء منها في الزراعة فيما بعد هذا سوف يؤدي هل ستتسخدمها في الزراعة هذا موضوع مهم لأنه أتيبية تكون غير ذلك سنعود لهذه النقطة لو سمحت لي سيد هاني وأمور إشكالية وتقنية فنية مهمة وأيضا أبعات سياسية وأنت مطلع عليها سنتحدث عنها لنشرك من السودان أيضا لا نعم حتنا بس بقول لعشان أبلور كل الكلام اللي قلته أنه هذا السد له أهداف سياسية واستراتيجية بالأساس تهدف إلى التحكم في تدفقات المياه نحو مصر والسودان بسيادة أسلوبية أو بطريقة بهيمنة أسلوبية مطلقة إعمالا للمبدأ الذي تقول به السيادة المطلقة هذا يعني أنه لأول مرة تدفقات المياه نحو مصر منذ أن خلق الله الأرض يتحكم فيها طرف من خارج مصر بدون وجود قواعد أو اتفاق يحكم هذا ويحمي حصص أو استخدامات الأطراف المتشاطية على نفس النار بكل الأحوال نسمع مقولة جميلة في مصر أنه هبة النيل هي مصر إلى أي حد ربما هذه المقولة قد تتغير ويكون مصدر السعادة النيل قد يكون مصدر شقاء بالنسبة للقاهرة سنتحدث عن ذلك ولنشرك أيضا معنا من السودان سيد مكي المغربي سيد المغربي تختلف الحصص بين القاهرة والخرطوم تقريبا 55 مليون مليار متر مكعب سنويا لمصر حوالي 19 مليار متر مكعب مائي للسودان هو فقط الاختلاف بالحصص أم أنه هناك تداعيات وتأثيرات تتشارك فيها حقيقة السودان مع مصر وإلى أي حد بالفعل هي السودان دولة مصب أيضا لأن البعض يقول أنه هي أيضا دولة عبور لا تلاقي نفس الإطار من المشاكل والتداعيات شكرا جزيلا هلالك نقطة واقعية يبغي تركيزها قبل المضي قدما في نقاش هذا الأمر في فترة ما عرضت أسيوبيا على مصر والسودان الدخول في شراكة لتمويل وملكية السد التي هي بنسبة 50% لأسيوبيا 30% للسودان 20% لمصر وكان هناك ما يسمى بجوين ملتي بير بس بروجيكت جي ام بي رفض السودان ومصر هذا العرض الأسيوبي والذي كان يمكن أن يمكن مصر والسودان من الشراكة في ملكية السد نفسه وبالتالي الدراسات والخطط والتمويل والاستفادة من الريع والكهرباء والتحكم في المياه نفسه رفضت مصر والسودان هذا العرض الأسيوبي وأنا أعتقد أن هذا كان خطأ سوداني مصري مشترك دوافع الخطأ المصري أنني أعتقد أن مصر أخطأت في تقدير قوتها السياسية وأنها كانت تعتقد أنها تستطيع أن تجبر أثيوبيا على عدم بناء السد أو عدم الشروع فيه الواقع أثبت أن مصر لم تستطع ذلك والسد الآن يقارب الـ 40% الخطأ السوداني هو قد يكون دوافعه سليمة وهو التضامن السياسي مع مصر دون النظر إلى مصالح السودان الاقتصادية هل لي أن أقاطعك سيد المغربي لنسأل عن التاريخ الذي تتحدث عنه في هذا العرض لأنه مهم لأنه في مكان معين تحدث عن تقاطع ودعم بين السودان ومصر في السنوات القليلة الماضية حدثت افتراقات لها علاقة بمطبات سياسية هذا العرض تحديدا لو تعطينا التاريخ هذا العرض آخر آخر ما نشر التاريخ بالتحديد نحتاج إلى تركيزه لكن ذكر آخر ما ذكر في حوار مع أحد المسؤولين الأثيوبيين وهو مسؤول المياه العابرة أو شيء من هذا القبل اسمه فكي أحمد نجاش ونشر هذا في حوار معه بصفته الآن هو المدير التنفيذي لحوض النير الشرقي وما زالت مصر مقاطعة لمكتب الإنترو وهو مكتب حوض النير الشرقي والمبي آي إنيشاتيف اللي هو نايل بيزين إنيشاتيف واعتقد الغيابة المصري لم يكن صحيح وما يمكن أن يحدث فيه سيد مكي تبدو أنه فقدنا التواصل مع سيد مكي المغربي ومن المهم أن نعود إليه لنقف عند مدى تأثر السودان لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل والحمد لله عاد إلينا سيد مكي مغربي لكن سأخذ تعليق بشكل سريع من معالي الوزير حول النقطة التي ذكرها حول ملكية السد نفسه هناك عرض أثيوبي كان لسودان والقاهرة وذكر اعتبارات عديدة فسر فيها عدم التعاطب الإيجابية نديت روايات سياسية لا أساس لها من الصحة ولم يكن هناك أصلا أي مشاريع قبل صورة يناير ومصر تقدر قويتها السياسية جيداً وتعرف إمكانياتها جيداً وتعرف خطواتها جيداً وتم دراسات جدوى الأربع سدود المخترحة في أثيوبيا وتم رفضهم وقف التمويل الدولي ووقف المخطط الأثيوبي وعندما انهار الوضع الداخلي في مصر بعد يناير تم استغلال هذا الأمر أسوأ استغلال ولم تكتفي أثيوبيا بتشييد سد الحدود اللي هو 14.5 مليار بل زادت إلى 74 مليار واستغلت ابتعاد مصر والسودان أسوأ استغلال وما زالت لأن مصر بدون السودان أو سودان أو دين مصر الاثنين خاسرين في هذه القضية لا معالك قد نسأل عن خلفيات الطرح الذي تتحدث حول أثيوبيا فيه ما الذي يدفع أثيوبيا لتنظر أو تتعامل بهذه الطريقة مجدداً ليس لدينا طرف من أثيوبيا نحاول أن نفهم المنطق ونطلب منكم أيضاً المساعدة لكن أيضاً هناك مسؤولية توجه إلى مصر بأنها ابتعدت أيضاً عن العمق الأفريقي لها وبالتالي عملت أجندات أخرى من حق هذه الأجندات وفق رؤيتها أن تستغل نقاط الضعف الموضوع له زمن طويل الأهم من ذلك هناك اتفاقيات بدأ بالسد لم نرى تحركاً مصرياً فعلياً لم تذهب ربما لي المحاسبة أو المسائلة القانونية سنسأل عن ذلك معالي الوزير وأيضاً ضيوفنا وضيفنا من السودان لكن ستوقف مع فاصل ومن ثم نواصل هذه الندوة أيضاً مشاهدين أن يل تعاون أو متصادم بعض الفاصل ابقوا معنا أهلاً بكم من جديد مشاهدين في هذه الندوة نهر النيل تعاون أم تصادم نفس النفس الذي كنا نناقش فيه على الهواء تحت الهواء أيضاً ضيوفنا لفاضل تابعوا بالنقاش وربما أضاءوا على نقاط مهمة جداً ستكون أيضاً في محاور النقاش جد الترحيب بشكل سريع بضيوفنا معالي الوزير محمد نصر الدين علام سيد هاني رسلان والدكتور بلاديمير بلياكوف وأيضاً من السودان السيد مكي المغربي في نقطة عالقة قبل الفاصل معك معالي الوزير هي جزئية التحرك المصري تبدو مصر إنجاز التعبير لم تتصرف بحكمة قد يقول البعض في المرحلة الحالية تبدو مهادنا قياساً بما شهدنا بتعامل لرؤساء سابقين نقل عن الرئيس أنور السادات بأنه هدد بالحرب على أثيوبيا وإسرائيل وهذا إشارة واضحة لإسرائيل ولأيديها في هذا السد وأيضاً كان الموضوع مشابه بالنسبة لمحمد حسني مبارك بعد ذلك السد يقام حالياً والهواجز ترتفع ومن المهم أن نفهم كيف يتهدد الأمن القومي لمصر وإذا كانت الأمن القومي يتهدد كيف نفسر التحرك المصري ماذا بإمكانها أن تقوم ولماذا تبدو مقصرة إنجاز التعبير والحقيقة بيخشتها تأربع حاجات أول حاجة عدم الاستقرار الداخلي والتهديدات الخطيرة التي مستت الأمن القومي المصري وكان الهدف الأول في هذه المرحلة المحافظة على الأمن القومي المصري والكيان المصري من الوصول إلى ما نراه حالياً في دول أخرى مجورة وده إحنا نجحنا فيه نجاح باهر الحقيقة تاني هدف الحقيقة إن إحنا نقدر نتواصل على سد النهضة إحنا مش ضد سد النهضة إطلاقاً ولا ضد تلمية أتيوبية إطلاقاً بالرغم اللي أنا أحب أثني وأشكر وأؤكد على النظرة العلمية الفاحصة الفاهمة لبروفيسور فلاديمير وين؟ لم هو قال It is business project سد النهضة موجودة على الحدود السودانية سد النهضة هدفه الرئيسي ليس للتنمية سد النهضة هدفه الرئيسي لتصدير الكهرباء تصدير الكهرباء لا يوجد أي مصدر للتصدير غير لمصر والسودان والسودان لها ساعة ممكن نستوعبها وتكاليف نقل هذه الكهرباء تصل إلى مليارات الدولارات كمية هائلة من الاستثمارات تكاد تزيد عن تمن السد نفسه دي أول نقطة الحقيقة تاني نقطة الحقيقة إن إحنا الطلب المصري كان بيطالب بالوصول إلى حجم أو ساعة تحقق الأهداف الأثيوبية من ناحية الجدوى الاقتصادية نفس الفائدة بسد أصغر وتقل الأضرار على دولتين المصب رابع حاجة دي نقطة مهمة جدا والغاية دلوقتي السودان لي وجهة نظر مبينة شوية لمصر إن نقص الإراد سيقتسم ما بين مصر والسودان بالنصف يعني لو الإراد نقص سبع مليار الدولة دي هتاخد تاتة ونصف مليار بدي تاتة ونصف مليار حسب اتفاية 59 التي أقر بها وما زال السيد الرئيس البشير ووزير الرئي السوداني في حضوره في القاهرة وثلاثة ونصف بالنسبة لنا إحنا قد لا تصل إلى عشر في المية ثلاثة ونصف بالنسبة للسودان تصل إلى عشرين في المية فتأثير العجز هيكون مهولة على الجانب السوداني مقطة مهمة معالي الوزير بأنه أيضا في الأبعاد للتداعيات مثل هكذا يعني سد وأيضا لنقص الحصص المائية قد يدفع بشكل أو بآخر للتصادم بين السودان والقاهرة الصراع على الفتاة المتبقي من الحصص المائية إذا تم الاقتطاع أحد الأهداف وفي نفس الوقت في ظل عدم التنسيق المصري السوداني وأنا لا ألوم أي طرف وأنا ألوم نفسي أولا لأن اتفاقية 59 عبارة عن اتفاقية شراق والمفروض الهيئة الفنية المشتركة وبدل ما يدرسوا ويذهبوا ويزوروا كان أول ما عملوه أن يصلوا إلى قرار نهائي موحد حسب ما تنص عليه اتفاقية 59 نحو سد النهضة تلتزم به الدولتان وتبقى إيد واحدة من أول ما حصل في تباين فجاة النظر حصل في ضعف لمصر في هذا الملف وضعف للسودان في هذا الملف وأنا متأكد إن لم يتم إن لم يتم الحقيقة التنسيق الجهد بين الدولتان وفصل المشاكل السياسية عن هذا الملف كما كان دائما أنا كنت بروح للخرطون كل 15 يوم هل يمكن فعلا أن نفصل الأمور السياسية الذي يمنع من المهم أن نتحدث عن ذلك لكن بشكل سريع دكتور فلاديمير علق على نقطة مهمة لها علاقة بأن الفارق بأن هذا المشروع ليس له علاقة بالتنمية من المهم أن نوضح مقصود أن الفارق بأن هذا المشروع ليس له علاقة بالتنمية بأثيوبيا كيف يمكن أن يسجل الفارق في التعاطي القانوني اليوم كيف يمكن لمصر والسودان أن تتحرك ما هي المرجعيات تحدث عن ما يشبه مجلس الأمن الدولي بمعنى الصيغة لدول حوض النيل هل يمكن أن نرى قدرة على رفع فيتو كما نشاهده في مجلس الأمن الدولي وأنت من روسيا وروسيا تمتلك هذا الحق لكن في الصيغة الموجودة في حوض النيل أولا في راية ضروري تواصل في مفاوضات في تقدير دوسيه تكنيكي متكامل هذا نقطة نقطة تانية ممكن في راية تخفيد شوية خجم أسات كما كان أولا حسب الطرح المصري أيضا للحالة لكن في نفس الوقت كانت تلك المشاهدين على المشكلة في راية مهمة أوي أوي أن كمية تلماية في نيل ثابتا وكانت أشار سنوات خمسطا شرسانا أشين سانا ما عرفشو كامسانا لكن مش بايت من دلوتي ما يفنل ما بيكونش كافية لكل هذا كلام خطيئ طبا لكذا دروري دلوتي صراع المقبل دكتور فلاديميركا قد يكون صراع على الماء وليس كما نشاهده الآن الصراع على النفط والطاقة بناء على هذه المعطيات والتنبه سابقا لذلك دكتور سيكون من المهم الإشارة إليه صحيح؟ صح لكن دي نقطة ونقطة تانية في رأي مهم آوي دلوتي الوضع في مصر مستقر دلوتي في خطوات في التنمية تفكير شامل طريب لغاية المشكيلة لأن إما نيل أو تخويل ماء مالخة إلى ماء حلوة زي ما هو في السعودية والكويت والتكنيكيا دا مشكلة بسيطة ولكن أيضا تاكا كتير تاكا عشان كده أنا يعني تحتاج أساسا للسد للسد النهضة وهي من المفارقات التي يمكننا نفسي في إمكانيات أخرى أخر ماء أنا زوج مصر في شهرمائيو أنا كنت رأي سنلي وافتروسي في لغتيفالات لي خمسين أمن لي تخويل مغرنيل وماء كان ناس صد الأعلي صد الأعلي ناس من بناتة صد الأعلي سن فوق تمانين شباب 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 ولكن نشيطة نعم وإحنا نكاشنا مع المصريين المشاكل المائية والخفاص في إيدة تفكير فكرة أولى إنتاج مشروع أديم من بناء كنات من بحر المتوسط قد قطار طيب وحتى في خسابات عندي في الكمبيوتر في خسابات مؤينة كم ماء افاوريشن كده يعني وخسابات خبراء روس قال أنه ممكن بناء وبسورة لمدة سنة سنة ونص هذا ماذا يقدم؟ عفواً سد سد بكوة سبمية تمنمية ميجا 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 ميجاوات ميجاوات بسورة ميجاوات وممكن ميجاوات 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 من المهم التركيز حتى بوجود سد ضغضة أو بعدم وجوده بأن المياه من نهر النيل ربما قد تتراجع وتراجع المنسوب نحن تحدث عن الاحتباس الحراري وتأثيراته ويجب أن يكون في ذهنية القاهرة صحيح كقيادة مثل هكذا اعتبار لأنه النيل هو المورد الأساسي والمصدر الأساسي للمياه في مصر قد تكون في أثيوبيا موارد مائية متجددة متغيرة تعطيها حصة أكبر ليس فقط بالاعتماد على نهر النيل مئة واثنان وعشرون ربما مليار متر مكعب سنويا من موارد مائية كثيرة لكن سيد هاني إذا أردنا أن نفهم ما الفارق الذي يشكل حقيقة بالنسبة لمصر عندما يتحدث على العودة بسد النهضة حاليا إلى شكل آخر أو للصورة الأولية الأخرى كيف يكون هذا الفارق وحدثنا حقيقة عن الآثار السلبية القطاعات التي ستتأثر هل فعلا مصر ستتأثر زراعيا اقتصاديا والبعض ذهب أبعد من ذلك سياحيا أيضا نعم هو طبعا الوضع الحالي بعيد تماما عن مسألة الحل أو الوصول إلى التوافق لأنه المصار زي ما تفضل معادي الوزير هو مصار لاستكمال الدراسات بينما أسيوبيا تمضي في بناء السد وحتى في المعاهدة بتاعت 1997 الأمم المتحدة لاستخدامات المياه في الأغراض غير الملاحية بتقول أنه في حالة وجود نزاع أو خلاف حول الأضرار يجب أن يتم إيقاف المنشأة على الأقل لمدة عام لحين التواصل وهذا العام قابل للتجديد السيوبيا بتضرب بكل هذا عرض الحائط ربما مصر لديها استراتيجية ما في التفاوض في الوقت الحالي وخاصة أنه نقطة البدء في الأزمة كانت وصلت إلى مستوى بالغ السوء في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لما عمل اجتماع فضائحي على الهواء وقاب شوية غير متخصصين وقعدوا يتحدثوا بطريقة غير يعني مسيئة في الحقيقة لمصر ولتاريخ مصر ولعلاقتها مع أشقائها في حوض النيل ومع القارة الأفريقية ككل فبالتالي هناك حاجة لتغيير هذه الصورة وللتأكيد أو للتوضيح على أنه في استراتيجية مصرية دائمة للتعاون أنه الهدف هو التأكيد على التعاون وأنه مبدأ لا ضرر ولا ضرر لكن أثيوبيا في الحقيقة يبدو أنها تستغل هذا لكذب الوقت واستمرار في عملية خداع طويلة لماذا؟ قد يبدو السؤال مشروع ولو تخطينا بعض الأسئلة التي سألتك أنه ما الذي محرك ما الدافع لأثيوبيا ليكون لديها خلفيات تستغل بهذا الشكل أثيوبيا الآن لديها دعم اقتصادي وسياسي وستراتيجي أمريكي بالأساس وغربي بشكل عام لديها علاقات تاريخية مع إسرائيل أصبحت هي الدولة الأكبر في القرن الإفريقي وهناك تخطيط لتحويل أثيوبيا إلى الدولة المهيمنة أيضا في حوض النيل السدود هي أداة ورافعة لمثل هذا المشروع لأنه إذا تحكمت أثيوبيا في تدفقات المياه ومن سم أقناعت أيضا الدول المحيطة ومن بينها مصر بشراء هذه الطاقة ستكون أثيوبيا متحكمة في عنصرين أساسيين المياه والطاقة وده سيعطيها قوة إملاء يعني في صعود أثيوبي على حساب مصر وده سيذكرنا بقضية الغاز الروسي لأوكرانيا وما شابه من القضايا فالهدف بالأساس هو هدف استراتيجي لذلك أو ما برأسه الدكتور فلاديمير لوجهي الصورة والمقاربة كونك يعني أقاربت الموضوع مع روسيا وأوكرانيا وربما أخذ منك تعليق لاحقا تفضل سيد هاني فالإصرار الأسيوبي على رفض أي حلول رفض أي يعني مناقشة لساعة السد أو لسياسة تشغيلية للسد والتحدث بهذه الطريقة طوال الوقت هو في الحقيقة محاولة فرض أمر واقع جديد إذا نحن نتحدث عن حرب أجندات الآن مصادرة آه يعني تغيير كل القواعد أو تغاوز كل القواعد الدولية للمياه المشتركة لفرض سيادة أسيوبية مطلقة على هذه المياه والتصرف بشكل منفرد وكأنها هي الدولة الوحيدة صاحبة النهر في حين أن هناك دول أخرى متشاطئة في هذا النهر وكاننا نتحدث عن حرب باردة إنجاز التعبير باتجاه القاهرة وأيضا السودان هو حرب وصراع نفوذ والزميلة ريتا وهبي منتجة هذه الندوة تقول وكأنه سيكون الماء هو نفط المستقبل وحتى لا يشعر أيضا السيد مكي المغربي أنه بعيد في المسافة ونحن نجلس هنا من المهم أن نشركك وكنا نتمنى أن تكون معنا في هذه الندوة هنا موجود معنا سيد مكي لكن طرحت العديد من وجهات النظر وذكر السودان في أكثر من اعتبار ولبما الاعتبارات السياسية والقواعد التي تقوم عليها الخلافات السياسية بمراحل معينة بين مصر والسودان هي قد تكون حاملة ورافعة لتمرير مثل هكذا أجندات أو تبتعد المصالح المشتركة بمكان معين أنا من المهم أن أفهم وجهة نظر سودان اليوم هل فعلا تتأثر كما تتأثر مصر هل فعلا هناك دعم سوداني لهذا السد تحدثت عنه أثيوبيا وقالت أنه هناك دعم سوداني لهذا السد حصلت لربما السودان على بعض التطمينات الخاصة الحماية من الفيضانات وبعض الامتيازات أولا نعتقد درجة التنسيق السوداني المصري متقدمة والخلافات السودانية المصرية بدأت تزول وبدأت تنقشع ولا أتوقع ردة في هذا الأمر على ماذا بدأت هذا التصور؟ بلبلة في مصر آخر التطورات التي شملت توقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السودان عائدا من القمة الأفريقية إلى القاهرة زيارة البشير إلى القاهرة مخرجات هذه الزيارة ما سبقها من زيارات يعني الوزراء المصريين زاروا الخرطوم على سبيل بسار وزير التجار المصري زار الخرطوم في فترة ستة أشهر مرتين وفتح المعابر وتقدم هذه العلاقات إلى الأمام بالإضافة إلى أن المعطيات الإقليمية والمخاطر التي تهدد المنطقة الآن تدفع الطرفين إلى تقارب أكثر وأكثر في هذا الجانب أنا أستبعد تماما أن يكون هناك خلاف مصري سوداني الآن حول هذا الأمر ولا حتى مستقبلا إذا تمت توصل إلى لجان ودراسات لكن أنا أنتقد الجانب المصري في بعض الأشياء يعني على سبيل المثال ما يتقدم به الأخ العزيز هاني رسلان هو مرافعات سياسية وقانونية ضد السد بصورة قاطعة واضحة بينما الوزير الرئي المصري في سبتمبر الماضي يزور موقع السد ويتفقد المنشآت التي تقوم في السد والتي وصلت الآن إلى مرحلة 40% وقال معالي الوزير هناك وعدد عن المقاطعة أنه ليس هناك رفض قاطع لهذا السد ربما شكل إطار الطرح السعة هي النقاط التقنية الفنية المقلقة التي تحتاج للنقاش واعتبر أن أثيوبيا تغلق الباب بل وتوصد الباب أمام التعاطي والنقاش حولها الموقف الأصري يميل إلى تعبئة الرأي العام المصري ضد السد والإعلام المصري وصل إلى درجة التشنج في هذا الأمر وبث المخاوف إلى درجة فظيعة جدا جدا الآن مصر تتعامل مع هذا الأمر بواقعية لا تشبه السقف الذي رفعته النخبة المصرية والإعلام في معركة المزايدات السابقة أنا أعتقد مصر عليها أن تراجع ضبط موقفها هي ما زالت دولة رائدة وقوية ولكن أعتقد أن المسألة تحتاج إلى مراية تعطينا مقاربة سيد المغربي لو سمحك للرؤية الموضوعية لهذا السد يبدو أنه لديك صورة يمكن أن توصلها لنا للإيجابيات ولأي حد هناك نوع من البروبغاندا المطروحة كما تقول إعلاميا وسياسيا مصريا حول هذا السد وضح لنا الصورة الإيجابية لهذا السد وبالتالي أفهم منك أنه بالنسبة للخرطوم هو هذا السد يمكن أن تدعمه وهو مفيد علم أنك أنت قلت أن تتقاطع مع مصر في الرؤية حوله السودان جمد عضويته في نايل بايزين نيشاتيف في مبادرة حوضة النيل تضامنا معه صحيح لكنه لم يكن مقتنعا بالحيثيات المصرية في انتقاد السد يعني ما تقدم به هاني رسلان من مرافعة سياسية وإستراتيجية مرافعة اتهام أو عريض اتهام للسد هي غير مقنعة للجانب السوداني إطلاقا السودان يعتقد أنه بكل الأحوال هو يبتسم سيد هاني لكن أريد منك الصورة الإيجابية للرؤية هو طرح الرؤية أعطينا الرؤية السودانية الإيجابية أكثر من توصيف رؤية سيد هاني أنا أمضي في هذا الأمر أنا أمضي في هذا الأمر أنا ما أتحدث عنه على سبيل المثال عندما يذكر أن هذا السد أُسس لحبس المياه وإستخدامها في الزراعة في أسيوبيا نعم نسمعك نسمعك سيد مكي قال أنه يمكن فيما بعد أن يتم استغلال ذلك قد يطرح مثل هذا بالنسبة لشق الزراعي يبدو أنه فقدنا التواصل مع السيد مكي المغربي ونحن ربما نحتاج بعد ثلاث دقائق سيكون لدينا فاصل لكن سيد هاني يحق لك يعني حق الرد مكفول تفضل بشكل طيب أنا بس لأنه ليه عتاب على أخي وصديقي الأستاذ مكي المغربي هو استخدم توصيفات مثل المرافع القانوني والسياسي هذه الغبار عليها لأنه أترافع عن وطني عما أراه مصالح وطني هو وصف هذا بأنه مرافع خاطئة ولا أعرف إلى ماذا استند في إطلاق مستاذ الوصف كنت أحاول أن أفهم منه نمر اتنين نمر اتنين هو بيتحدث على أنه بيصف ما يقول الإعلام المصري بأنه مزايدات وتشنقات وفي الحقيقة هذا الوصف أيضا يحمل جانب سياسي ويحمل رؤية سياسية غير موضوعية لأنه الفكرة الأساسية أنه إذا أنت تريد أن تنتقد وجهة نظر معينة فهذا مرحب به لكن يجب أن يكون لديك منطق متماسك لكي تقول هذا خطأ وهذا صواب من وجهة نظرك تقدم منطق بديل لكن ليس فقط بإطلاق مثل هذه الأوصاف والتشنق وماذا يعني هل زهاب وزير الرئي المصري إلى سد النهضة وهو ذكر هناك أن مصر لم تحدد موقفها وأنه يزور ليس كوزيرا وأنه كمهندس فني في هذا الموضوع إذن القضية ما زالت مطروحة وأنا أتحدث ليس عن الدولة المصرية أو صفة رسمية لكن أتحدث عن رؤيتي كباحث مهتم ومن حقي حتى أن أنتقد موقف الرسمي المصري إذا رأيت أن هذا الموقف لا يفي بما أراه أو أتصور أنه يحقق المصالح نمر أثنين أن استراتيجات الدول لديها مدى طويل وتأخذ مراحل معينة في التطبيق فبالتالي أنا عاتب على صديقي هو سجل عتب وأنت أيضا سجلت عتب لا لا كنت أطلب منه التريس قبل إطلاق مثل هذه الاتهامات وهذه الأوصاف غير الموضوعية وغير المطابقة أيضا للواقع وإذا كانت وقهة نظر مبنية على رؤية سياسية تخص السودان فهذا شأنه ومن المهمة النقف يعني عليها لكن في مصر لا يمكن أن يصل هذا بأنه خاطئ دون أن يوضح ما هي المعلومات الصحيحة التي على أساسها يقصر خطأ وعندما سيعود بالتأكيد سنسأله على ماذا يستند وكنت أتمنى أن يسمع ردك حقيقة لا أدري إذا كان التواصل الصوتي مع السيد مكي المغربي قد تم لأنه من المهم أن يسمع يقول للزملاء أنه يسمع سنعود إليك وبالتأكيد لباقي ضيوفنا ولسيد مكي المغربي لكن الفاصل كلمة حاسمة في هذه اللحظات تبقوا معنا ننتقل الآن إلى فاصل مشاهدين ومن ثم نواصل هذه الندوة نهر النيل تعاون أم تصادم من جديد مرحبا بكم مشاهدين في هذه الندوة نهر النيل تعاون أم تصادم نجد الترحيب بضيوفنا إن كان هنا وأيضا بضيفنا من السودان الأمر كان عالقا من قبل الفاصل يجب أن نتممه بالعودة إليك مجددا بالترحيب سيد مكي المغربي وقد فقدنا التواصل معك لبعض الوقت صوتيا كان هناك رد بالنسبة لسيد هاني ويسأل بأنه عندما تعتبر أو توجه النقد أو العتب إليه بالرؤية التي طرحها ووصفتها بالمرافع القانوني والسياسي المستند الذي تعتمده في إظهار هذا الطرح وأسألك أنا سؤال إضافي تقول اليوم المعطيات الإقليمية تبدو موائمة للسودان ومصر لتتفق البعض قد يخالفك لأنه الآن المعطيات الإقليمية أول ما يبادر للذهن بتقاطع الأجندات الإقليمية كأنه تفرق العاصمتين لا هي ليست موائمة هي ضاغطة المعطيات الإقليمية هي ضاغطة على الموقف الخرطوم والقاهرة والرياض وأبوظبي وكل هذه الدول لمزيد من التعاون ومزيد من طيصة حتى الخلافات ومزيد من التنسيق المباشر على ما يحدث على الأرض لأن أي انفلات في مواقف هذه الدول سيفتح صغرات كبيرة وأنا ما أراه الآن يعني التوافق المصري السوداني يأخذ الطابع للحفاظ على أمن المنطقة وإذا لم يحدث هذا الأمر أعتقد المنطقة كلها ستكون مهددة بالخطر أنا متمسك بأن في انتقادي في المرافعة السياسية والقانونية للزميل هاني رسلان وأعتقد أنها منبتة عن التفاصيل الفنية وأنها تقفز عليها وتتحدث عنها كأنها مسلمات أن أسيوبيا ستتحكم في مياه النيل لو جئنا للواقع الفني أن مقدرة أسيوبيا على خزن المياه مستحيلة أسيوبيا دولة ماطرة مناسبة الأمطار فيها عالية جدا أي خزن للمياه سيغرق أسيوبيا الرقعة الزراعية في أسيوبيا تكاد أن تكون استنزفت بالكامل اللهم إلا أن تصدر هذه المياه عبر ترعة وأعتقد أن تصديرها عبر ترعة أو قناة عبر التداريس الأسيوبية مسألة صعبة جدا أو مستحيلة والدول المحيطة بأسيوبيا كلها دول مكتفية من المياه يعني تصدير المياه بالنسبة لأسيوبيا غير وارد مقدرتها على خزن المياه غير وارد هذا السد من أجل الطاقة هذه المسألة واضحة الحديث عن امتلاء البحيرة وهي أيضا تفاصيل فنية وأرجو أن يميل الخبراء مثل هاني رسلان أو غيره عندما يتحدثوا عن البعد الاستراتيجي والمخاوف التغلق للإسرائيلي وغير ذلك أن لا يبنوا على تفاصيل فنية غير موجودة إذا أردنا أن نقيم حاجزا فاصلا بين التفاصيل الفنية والأبعاد السياسية هذا جائز لكن لا يمكن أن نلغي لا تنفصل لكن أعتقد أنه الباحث الاستراتيجي يجب أن لا يستعجل في أن يأخذ تفاصيل فنية بسرعة يعني الحديث عن مقدرة أسيوبيا على التحكم في مياه النيل عبر صد النهضة أعتقد أمر يعوزه تبرير فنية سيد مكي بشكل سريع أنا لدي دراسة قامت بها الدكتورة زبيدة عطا تقول أن صد النهضة يقوم فوق أخدود الأفريقي العظيم قيامه بهذا الشكل على هذا المكان في الجغرافيا كارثي لأنه لا يحتمل 70 مليار متر مكعب الطبيعة الجولوجية لهذه المنطقة لا تحتمل وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية أول المتضررين منها حسب الرسم الجغرافية السودان ستكون نعم نعم طيب ده مثلا مفصلة عن مقدرة أسيوبيا على خزن المياه والتحكم في مياه هذا دليل أنها لا تستطيع أن تخزن المياه أساسا يعني فنيا لم تدرس الموضوع بشكل جيد المخاوف البيئية المخاوف البيئية موجودة أصلا أنا لا أتحدث عن هذا الأمر أتحدث عن مسألة تحدث كأنما أسيوبيا تستطيع أن تمتلك بلف المياه بهذا السد هذا الكلام غير صحيح لا تستطيع كونها لا تريد أو ترغب أو تخطط هذه المسألة أخرى تتعلق بالدراسات الاستراتيجية والتغلغ لإسرائيل لكن في هذه النقطة بالتحديد فيما يتعلق بصد النهضة أنه لا يمكن أثيوبيا من التحكم في مياه الليل المخاوف في هذا الأمر تتعلق بامتلاء البحيرة إذا حرصت على امتلاء البحيرة في فترة زمنية قصيرة فإنها ستعرض مصر والسودان إلى موسم جفاف أو موسم نقص في مناسب المياه لكن إذا امتدت فترة امتلاء البحيرة لسبع سنوات فإنه لا السودان ولا مصر يتأثران بهذا الأمر أما المخاوف البيئية فهي ملف آخر لا أستطيع ربما أن أجزب أن لدينا الوقت الكافي لفتح مثل هكذا أو هكذا قناة يمكن أن نفتحها في النقاش أعرف سيدهاني أنك تريد أن تعلق لكن دكتور فلاديمير أخذ منك تعليقا على ما قيل ولكن من المهم أن نقف عند المال عندما تحدث عن أثيوبيا هي من أفقر البلدان في العالم الناتج الإجمالي لديها القومي بالنسبة لأثيوبيا يعتبر متأخر الدخل السنوي للفرد أو يخصص له حوالي ألف دولار سنويا تعتبر من البلدان التي لديها عجز كبير في الميزانية وبالتالي من المهم أن نقف عند التمويل ما هي حقيقة التمويل بالنسبة لهذا السد؟ هل تستطيع أثيوبيا أن تمول هذا السد؟ وبالتالي نسأل من يمول وما حقيقة الأهداف لتمويل مثل هذا السد؟ بدأت بدور الخلاف منذ زمن تدور حوله وصولا إلى الآن؟ بالأشفيوبيا أنا شايف أن هناك خلافات بين الخبراء طيب والأستاذ مكي قال لي كذا وأنا أتذكر تاريخ إنشاء السد الأعالي المشروع الأول كان مشروع غربي والموافق رسميا بالحكومة مصرية ولكن الغرب رفض في عوينة الأخيرة تمويل المشروع ورئيس جمال أبد ناصر طيب رحل الاتخاد السوفيتي وتمموا بخصات والاتخاد السوفيتي كان جاهز لتمويل المشروع بفايدة 2.5% بس يعني مش مش يعني بيزنس لكن كان هناك مصالف سياسية كمان التطفق بين مصر والاتحاد السوفيتي نقطة مهمة أن خبراء الروس طالبوا إعادة تقدير المشروع لأنهم يكون مسؤولين عن الإنشاء وبعد مشاورات طويلة مع الخبراء من أمريكا فرنسا إنجلترا تقدير المشروع روسيا كان موافق كأخشن أكثر دمانا لماسر لأن دمان لساندالعلي دا أخم موخاقا أخم موخاقا إنفاقرا لساندالعلي بفايدة مصر حاليس فإن واحد دا نوك تاو نوك تاو ماشروع روسيا بكون أخص عشان كده أندي فكرة إذا في خلاف ما بين الخبراء مصريين سودانيين أثيوبيين يعني في كمان خبراء عندنا في روسيا في مؤسسة هيدرو بروجيكت مسؤولة عن مشروع وإنشاء السد الأقالي لكن اليوم دكتور فلاديمير إلى أي حد عندما نسمع المتحدث باسم الحكومة الأتيوبية يشكر بجزيل وبخالص الشكر الدول الداعمة لهذا السد وبعض أيضا التمويل إسرائيل ويات المتحدة الأمريكية وأكثر من ذلك تحدث عن دعم بنسبة المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات المتحدة هل نستنتج من الدول التي تدعم وربما تمول ليس فقط بالعلن البعض يتحدث عن تمويل من دحط الطاولة نحن يتحدث عن أجندات تتحرك في أثيوبيا وصولا لتهديد الأمن القومي المصري ما رأيك؟ أعتقد هذا السؤال أخصى لمال الوزيع لا خلفية الدعم أنت تحدثت لأنعا خلفية الدعم بالنسبة للسد العالم ورأيت أنه كان فيه اعتبار معين بعيد عن ذلك اليوم تراها أيضا بنفس الصورة للاعتبار الدعم الخارجي؟ أنا شخصيا شايف إذا السد النغدة ليس كويسة لمصر ودول مثل السعودية والإمارات تمويل المشروع وموقف هذه الدول غير هدية بالنسبة للمصر العلاقات الآن جيدة بين الصورة والمملكة العربية السعودية هذي إشاعات هذي إشاعات مغرضة الحقيقة لو تسمحيلي أنا أعايز أقول حكتين الحقيقة هو الأخ مكي فني ولا إعلامي ولا سياسي أنا مش عارف تخصص هو كاتب صحي وسياسي ومختصص أصوى خلط كتير أو ما بين الفن والسياسة فرده على الدكتور ليس للفن جانب يعني الحقيقة فيه فرق ما بين القدرة على التخزين والقدرة على منع المياه أثيوبيا بلا شك عندها قدرات كبيرة للتخزين ولكن ليس لها قدرات على منع خروج المياه من الهضب الأثيوبيا وهناك فرق كبير ليه فرق كبير لأن السد العالي مبني على تخزين كمية المياه تقدر بتسعين مليار على مدى مائة عام عشان تتغلب على سنوات الفيضان المقفضة فلما أثيوبيا في سد واحد تاخد 74 غير فواقد التصرب لتصل إلى 18 أو 15 مليار معناها أن ده مخزون السد العالي بالكامل وده معناها هو المخطط الأمريكي التي طرحته في الخمسينات وكان هناك ليه تأييد في بلاد كثيرة في المنطقة وهناك في الإعلام السوداني من يروج لهذا الأمر بصفة يومية وما فيش واحد مصري ذكر أن الإعلام السوداني يسيء إلى العلاقات مع مصر أنا لا أتذكر نهائي أننا وجهنا إلى أثيوبيا رسالة سلبية بالنسبة لإعلام الأثيوبي الذي يسب العديد من عندنا وأنا على رأس هذه قائمة ولا إلى الإعلام السوداني الذي به مدارس ضد اتفاق الـ 59 وضد السد العالي وضد مصر بصفة منتظمة ولم توجه يوجه أي مصر نقضي للسياسة الإعلامية لأن هذه هي أراء الشعب الحر بما يراه من مدارس متنوعة هناك من يؤيد السد العالي تفاق الـ 59 هناك من يكون ضدها بالكامل كما سمعنا إنهوة الحقيقة في نفس المدرسة اللي أنا سمعها ولكن أهم حاجة موقف الدولة السياسي ولكن لا تستطيع أن تتعكم في دولة فيها إعلام حر دي أول نقطة تاني نقطة هناك مغلطات كثيرة جدا في هذا السد السد ده درس خبراء أمريكان السد ده درس بخبراء أوروبيين السد ده درس بخبراء مصريين وطلع له أضرار جسيمة على تدفقات النهر على المدى القصير وعلى تدفقات النهر على المدى الطويل وأحد خبراء أمريكان اللي هو الأحسن في العالم لأ إن سنوات التخزين إن لم تصل إلى أربعين عاما متصلة فسيكون هناك تأثيرات سلبية متدرجة بقى حسب سنوات التخزين وهذا السد يترفضه بالكامل السد له أثار وخيمة السودان الحقيقة هذه المعارضات في الكلام دليل على سوء التنصيق ما بين البلدين اللي هو تنص على الشراقة المائية حسب اتفاقية 59 إحنا عندناش وجهة نظر واحدة لا تتحد وجهة نظرنا قد يكون السودان أصح وقد يكون مصر خاطئة ولكن لازم يتطلق على وجهة نظر يفترض أنها تقنية فنية رياضية حسابية يجب أن لا يكون فيها خلاف ربما الرؤى السياسية قد نفهم الخلاف ونحن يتحدث عن أكثر من خبرة يبدو أن هناك خلاف حقيقي تريد أن تعلق سيد هاني تفضل أنا بالطبع أن أعزي أشكر حضرتك على الإدارة المتميزة لهذا اللقاء وعايز أرجع بس مش أتوجه لأخي الأستاذ مكي لأنه مش عايز يكون فيه كأنه نوع من القدل لكن لمصلحة المشاهد ما ذكرته يعتمد على تفاصيل فنية كثيرة أنا لست متخصصا فنيا ولكني حضرت كل الندوات العلمية لأكبر علماء مصر وطلعت على الدراسات اللقنة الوطنية المصرية التي كانت تساند الوفد المصري في اللقنة السلسية الدولية وأنا أدعو أخي الأستاذ مكي أنه أربما يتابع تفاصيل فنية أكثر بدلا من استغراقه في تبني وجهة النظر الأسيوبية وأنا لا أعترض على هذا هذا شأنه يتبنى ما يريد لكن لا أقبل ما يقوله بأن هذا منبت عن التفاصيل الفني هذا غير صحيح وأنا أؤكد هذه الرسالة لمصلحة المشاهد إذا أردنا نسأل عن مصلحة الإسرائيلية اليوم في قيام مثل هكذا سد إسرائيل تريد مياه النيل أم تريد أمر ربما أبعد من ذلك في مصر تريد أبعد من ذلك وفي إجابة لسؤال نحن تجاوزنا سابقا أنه كل أربعة مليار متر مكعب من تدفقات النهر ستنقص عند مصر ستؤدي إلى تبوير مليون فدان من الأراضي الزراعية ستؤدي إلى فقدان 2 مليون أسرة لمصدر عملهم هذا سيؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي ثم يترجم نفسه في عدم استقرار اجتماعي يتحول إلى عدم استقرار سياسي يعني الفكرة الأساسية أنه النقص الهائل في المياه حيجعل مصر في أزمة مستمرة تدور حول نفسها لأنه ستكون كل همه الرئيسي موجهة التداعيات المترتبة على هذا وبالتالي تكون خارج كل المعادلات في الإقليم اللي احنا بنشوف أنه الآن بتعاد رسم خرائطه من جديد وعلينا أن نلاحظ التوقيت 2 كبراير 2 إبريل 2011 بدأ وضع حجر الأساس بدون دراسات بخمس أضعاف السعى السؤال لماذا دون أي مبرر فني أو اقتصادي الإصرار الآن لماذا لماذا أسيوبيا تربط حتى القواعد الدولية ما ده سؤال يحتاج إلى إجابة يعني أين نحن من كل هذا هل هذا أمر له تفسير هل أسيوبيا إذن هي رسول الإنسانية ولديها الحق المطلق وتمتلك الحقيقة المطلقة وما تقوله وتردده من أكاذيب هو الدراسات الفنية السليمة هذا غير صحيح على الإطلاق طب في نقطة لها علاقة أيدي يعني للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأيضا بالاستداد لدراسة الخاصة بالدكتورة زبيدة وعطا تقول أن المهندسين الإسرائيليين منذ 30 سنة يتوفدون كانوا على أثيوبيا لدراسة تنفيذ سدود ويمكن الربط بذلك لكن اليوم عندما نذكر المملكة العربية السعودية وأنت اعتبرت أن إشاعات مقالة المتحدة باسم الحكومة الأثيوبية تربط علاقة جيدة بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات لكن أيضا هناك رابط آخر بين أثيوبيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة روابط اقتصادية مهمة يمكن أن تكون مؤثرة على الاقتصاد الأثيوبي نحن نتحدث عن 50% من قدرة الشراء للمواشي بأثيوبيا واللحوم الإمارات تأخذها هناك اقتصاد فعال بين المملكة العربية السعودية لماذا لا تستفيد مصر من هذه القنوات لفتحها مع أثيوبيا من خلال هتين الدولتين الدول العربية الشقيقة الحقيقة وعلى رأسهم السودان مهمين جدا في هذه الأمور أولا السعودية والإمارات اليوم أكثر من 20 مليار دولار استثمارات في السوق الأثيوبي في استثمارات متبينة ما بين زراعة وطاقة وخلافه ومصانع وصناعه وفنادق وسياحة فمما لا شك فيه أن قد تكون لهم تأثير إيجابي في حالة الاحتياج إلى ذلك أما الحقيقة أنا لا أقبل التشكيك ولا في السودان ولا في أثيوبيا ولا في المرات ولا في السعودية أن يكونوا جهاد داعمة لضرر مصر إنما الهدف الرئيسي الحقيقة من السد مع احترامي لوجهة نظر الأخ العزيز السوداني أن الهدف الأثاسي أنا في رأيي التركيه السياسي لمصر وده الهدف الأثاسي من حجم السد وبناءه فإننا ننبه الحقيقة وكل هدف بشكل مصر وحده السودان طبعا ظروفها صعبة وإحنا نقدرينها تماما من ناحية السياسية مؤمارات عليها من كل جانب ونحن الحقيقة قد نكون كسرنا في هذا الأمر بشكل أو بآخر هل نجحت إسرائيل والبيات المتحدة الأمريكية لربما في أن تشكل عاملا ضاغطا من خلال استقطابها لبعض الدول الأفريقية في غياب حقوقتان يمكن لقاء اللوم على مصر عن عمقها الأفريقي طبعا فيه كان غياب مصري طبعا وما لزي ينفصل جنوب السودان ما دي قضية السودان وقضية مصر 20 أمن قومي بالنسبة له وزي المؤامرات في ضرفور وزي يحصل في شرق السودان دلوقتي وزي جنوب الكردفان وزي ولاية النادي الأزرق هي دي كلها ما ده مش سودان بس ده سودان ومصر الحقيقة مصلحة الشعبين عاملة كده مصر طبعا كان لها توجه غربي أكثر من التوجه الأفريقي في فترة العشر أو العشر سنة اللي فاتوا اللي ادفع الجزء من الفطورة حاليا ولكن الحقيقة الاستغلال الأكبر للكسرة المصرية اللي تمت بعد يناير وأنا بوجه الحقيقة رسالة لأخي العزيز السوداني والحقيقة أنا يعني أنا السعيد من قاعد السعيد في مصر فقال ليه علاقة روحية بيهم أن مصر والسودان لن يقوم إلا يدنا واحدة وهو ذكر فعلا أن حتى الظروف الإقليمية تمثل ظروف ضغطة أن احنا نفوق لأنفسنا ونرجع لوحدتنا عشان نقدر نحافظ على مصائلنا وهو ما تمناه حقيقة لكل الدول العربية قبل أن أعود إليك دكتور بلاديمير سأعود بشكل سريع إليك سيد مكي المغرب إذا ما وددت التعليق وأثار نقطة مهمة أيضا معالي الوزير نحن نتحدث اليوم عن سودان يعني سودان في الشمال وسودان في الجنوب وبالتالي لا أدري إذا هذا أيضا في المعايير يجب أن يوضع في الاعتبار لاختلاف الحصص نسأل اليوم عن البدائل بالنسبة للسودان وسأل أيضا لمصر بدائل لتحقيق أمنهما المائي يعني يوجد بدائل تتعلق في السودان بما يسمى بحصاد المياه فهو الاعتماد على المياه الأمطار وتجميعها وغير ذلك لكن أعتقد أنه عصب الأمن المائي ما زال هو الميل الحديث عن التحلية واحتياجها لطاقة وغير ذلك تحلية المياه الوحر أعتقد كلها أحاديث موجودة وتوجد فيها دراسات حتى حصاد المياه في دراسات سودانية واعدة جدا وأسست الآن وحدة في وزارة المياه وسدود المياه السودانية تحت هذا المسمى لكن أنا أتحدث عن واقع الآن هذا لا أتبنى وجهة نظر الأسيوبية ولا السودان يتبنى وجهة النظر الأسيوبية لكن أريد أن أقول بصورة قاطعة أن التوافق السوداني الأسيوبي على التفاصيل الفنية كبير والخلاف محصور في ثلاثة نقاط معروفة الأولى هي المخاوفة البيئية الثانية المخاوف من انهيار السد وتأمينه الثالثة تتعلق بسنين امتلاء المياه في البحيرة وليس مسألة مغدرة أسيوبية على منع المياه من السودان أو مصر هذه المسألة السودان لا يؤمن بها إطلاقا وإن راجت في الإعلام المصري التوافق السياسي السوداني المصري كبير لدينا توافق هندسي فني سوداني أسيوبية ولدينا توافق سياسي استراتيجي مصري سوداني يعني السودان يؤمن بأن هناك مشاريع ومخاطر مصممة ومفصلة لتهديد الأمن المائي في مصر والسودان السودان يؤمن بذلك إيمان قاطع حتى في لحظات التوتر مع مصر السودان لم يكن تغيب عنه هذه المسألة أن هناك خطر استراتيجي يهدد البلدين وربما يحتاج إلى خطة استراتيجية من البلدين تحتاج إلى خطة استراتيجية من البلدين لربما تحتاج إلى خطة استراتيجية لكن بمسألة الآن السودان أحرز درجة متقدمة في التعرف على الدراسات الفنية والهندسية السودان الآن هو مصدر لدول الإقليم في هذا الأمر وهذا كلام مهم سيد مكي أعتذر للمقاطعة لأن الوقت شرف على الانتهاء ربما سؤال عن التطمينات ويتحدث عن التطمينات كنا شهدنا بما يشبه ذلك في تركيا سدقة التورك كان هناك ما يشبه نفس التطمينات بالنسبة لسد النهضة وشهدنا الكارثة على سوريا والعراق أيضا ربما لذلك نسأل إلى أي حد هي المعايير التقنية والفنية والتطمينات التي تطرحها أثيوبيا مقنعة الوقت شرف على الانتهاء بشكل سريع أعود إليك دكتور فلاديمير إذا ودت أن تعلق على بعض النقاط التي ذكرت وتفعيل القواعد الدولية هل يمكن الآن فتح هذا الباب طالما نحن نتحدث عن أمر واقع يمكن أن يغير في كل شكل الأزمة الآن القواعد الدولية أو القواعد القانوية يمكن أن تحدث تغييرا أو فارقا أكيد في كواعد الدولية أو في دول مؤسرا 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 ومنательно أممكن يعني تحول تساعد في الخل لأننا في علاكات ذكروا أمريكا ولاية المتاخدة ذكروا الأمارات والسعودية طيب عندنا في روسيا بردو علاكات كويس يمكن أن تحقق أريها بالبطال بك بروسيا ثلاثة دول كما أنا أعرف بالزبط للأخزة دي عند السفارة الروسية في أديس أبابة ما فيش أي طالب من موسكو للدفع لوقت الخادر ولكن للوقت الخادر طيب والمستقب الممكن في بلتو بدقيقة سيدهان إذا أردت أن تضيف أي شيء أو تتحدث ربما على البدائل بالنسبة للأمن المائي المصري مصر في الحقيقة يعني دولة عريقة لديها القدرة على التكيف وعلى إيجاد الحلول لكن فيما يتعلق باستقرار أوضاع المياه في حوض النيل بشكل عام وفي حوض النيل الشرقي بشكل خاص نحن دول شقيقة كلنا سنبقى في حوض النهر لا أحد سوف يغادر الأفضل أن نتجه إلى التعاون وأن نصل إلى الحلول الوسط التي تحقق مصالح كل الأطراف بدلا من السعي لفرض إرادة منفردة وكأن النيل ملك خاص لدولة دون الآخرين وكنت ذكرت أن النيل هو شريان حقيقة يغذي كل دول حوض النيل وهذا يوحي أن هناك جسد واحد من الجميل أن نقول ذلك وانتهى الوقت بشكل كامل أشكركم ضيوفنا أشكرك معالي الوزير محمد نصر الدين علامة أنت الوزير المصري السابق وزير الموارد المائية والرأي أيضا نشكر الدكتور فلاديمير بلياكوف وهو باحث في معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم موصول الشكر لك سيد هاني رسلان الخبير بالشؤون السودان وحوض النيل بالأهرام العربي موصول الشكر لك سيد مكي المغربي الكاتب الصحفي والخبير في شؤون شرق أفريقيا كل الشكر لكم مشاهدين على كرم المتابعة هذه الندوة ندوة نهر النيل تعاون أم تصادم انتهت لكن المؤتمر يبدأ في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي في بيروت الدعوة للجميع للاستفادة من خبرات ضيوفنا وأيضا ضيوف سيأتون من العديد من الدول العربية والغربية انتهى الوقت وانتهى كل شيء ودمتم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة